وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله هاتي يا بني أحسنت جيد وأنت يا محمد أين الرغيف الجميل الذي تأتيني به كل يوم إنه في الجراب يا سيدي ما هذا أين ذهب الرغيف؟ هل نسيته في البيت؟ لا والله لقد وضعته بيدي في الجراب إذن سقط منك في الطريق؟ لا بل سرق مني ماذا؟ وهل بيننا لس؟ أعتقد أن أحدهم استغل كوني كفيفاً وصرق مني الرغيف يا أطفال هل رأى أحد منكم رغيف محمد البخاري قبل أن يضيع منه؟ إذن أنت تكذب يا محمد؟ لا والله ما أنا بكذب كيف تكذب على الشيخ؟ كيف تدعي أنك أحضرت له رغيفاً؟ أنصحك بأن لا تأتي إلى مجلس القرآن مرة أخرى لم أجذب ولن أنقطع على المجلس الشيخ وسأثبت له قريباً أنني قد سرقت بالفعل وكيف ستثبت له ذلك؟ أضع يدي على السارق خالد هو الذي سرق منك الرغيف؟ نعم كيف عرفت ذلك وأنت لم تره؟ نعم لم أره ولكني شممت وسمعت وأدركت شممت ماذا؟ شممت رائحة السمن في الفطيرة التي كان يأكلها في الطريق وسمعت صوت أسنانه وهو يمضغ الفطيرة وأدركت ماذا؟ أدركت أن هذه هي الفطيرة التي يحضرها للشيخ وعندما سرق رغيفي وقدمه للشيخ كأنه رغيفه احتفظ بالفطيرة لنفسه ثم أكلها أنت غلام ذكي ولكن هل يأتي خالد كل يوم بفطيرة واحدة؟ نعم ولم يحدث أن أكل أبداً ونحن عائدان من مجلس القرآن الفطيرة؟ أين ذهبت الفطيرة؟ هل نسيتها في البيت؟ لا هل سقطت منك في الطريق؟ لا أظن لقد أحضرتها معي اليوم يا أطفال هل رأى أحد منكم فطيرة خالد قبل أن تضيع منه؟ إذن أنت كاذب يا خالد خالد لا يكذب فالذي سرق منه الفطيرة اليوم هو الذي سرق مني الرغيف أمس لا مستحيل هذا مستحيل آه تقول مستحيل لأنك لن تسرق نفسك أنا؟ نعم هذه فطيرتك أتاني بها محمد أخذها من جرابك كما أخذت رغيفه من جرابه أمس يا شيخ أنا أنت سارق وأحمق أيضاً أكلت الفطيرة أمام البخاري وظننت أنه لن يشعر بك فيفهم ما فعلته فيه حقداً عليه وكرهاً له أردت أن لا يأتي إلى مجلس القرآن ثانية لأنه ماهر في الحفظ ويشعرك بخيبتك وتقصيرك حذراً تشاهدوك